مرحيم طلبة الصف السادس البتدائي زوكي أبنائي عاملين ايه النهاردة ياولاد هنحل ان شاء الله اخطبار رقم اثنين الأضواء على الترمي التاني منهج الجديد منهج الفين اربعة وعشرين تعال نشوف اولا والاختر الاجابة الصحيحة رقم واحد حاصل ضرب العدد اثنين واحد من عشرة في ثلاثة من عشرة اثنين واحد من عشرة في ثلاثة من عشرة هنا لما اضرب العددين ياولاد باخد بالي العلامة هنا بعد رقم وهنا بعد رقم يعني في الناتج العلامة تكون بعد رقم وثلاثة في واحد بثلاثة وثلاثة في اثنين بثلاثة يطلع الناتج 63 جزء من 100 بدأ إجابة أول سؤال معنا إجابة يطلع 63 جزء من 100 السؤال اللي بعده رقم 2 مقلوب العدد 7 على 8 طبعاً بقلبه 8 على 7 8 على 7 عدد غير حقيقي بحول العدد صحيح وكسر 8 على 7 فالواحد بقى واحد يبقى الناتج يطلع 1 وسبح اللي هي 8 على 7 يعني الإجابة به موجودة معنا يا أولاد 8 على 7 طبعاً لو مش موجودة بنختار العدد اللي هو واحد وسبح السؤال رقم 3 بيقول لي معين طول ضلع 12 سنتيمتر وارتفاعه 7 فإن مساحته عشان أجيب مساحت المعين بقدره بتضلع في الارتفاع يبقى هلو 12 في 7 تضيني 84 سنتيمتر مربع يبقى المساحة بتساوي طول الضلع في الارتفاع ده بين النسبة المعين يبقى ناتج 84 إجابة جيب السؤال رقم 4 نقط هو مقارنة بين كميتين من نفس النوع ونفس الوحدة ده النسبة يا أولاد يبقى أنا أختار النسبة إنما المعدل مقارنة بين كميتين من نوعين مختلفين تمام؟ يبقى السؤال 4 ده أجابته النسبة السؤال اللي بعده رقم 5 إذا كان بي على 3 بتساوي 10 على 15 بي على 3 بتساوي 10 على 15 فإن بي بتساوي نقط هنا الثلاثة بقت 5 تضربت في 5 الثلاثة بقت 15 تضربت في 5 يبقى البي بكام يعني 5 تضرب في كام الدقة 10 أو 5 في 2 يبقى البي دي قيمتها ب 2 لأن الثلاثة في 5 ب 15 والثلاثة في 5 ب 10 يبقى البي دي بمفروض القيمة بتاعتها تبقى ب 2 تمام؟ طيب سؤال اللي بعده رقم 6 إذا كان معدل الوحدة لإنتاج مصنع حلوى 170 قطعة حلوى كل ساعة يعني المصنع بينتج 170 قطعة حلوى كل ساعة فإن عدد القطعة التي ينتجها المصنع خلال 10 ساعات هضرب 170 في 10 يعني оно بينتج في الساعة الوحدة 170 لو معدل الوحدة 170 قطعة حلوى لكل ساعة يبقى خلال 10 ساعات هضرب 170 في 10 سيعطي الناتج 1700 فترة حلوة لذلك الإجابة جيدة السؤال اللي بعده رقم سبعة أي مما يأتي يعبر عن معامل التحويل معامل التحويل يا أولاد عبارة عن مقارنة بين كميتين متساوياتين باستخدام وحدات مختلفة زي مثلا لما أقول الساعة بتساوي ستين دقيقة الساعة فيها ستين دقيقة بعدها معامل ايه التحويل يبقى ناخد الإجابة بتاعتي ألف باسم معامل تحويل خلاص فهمنا؟ طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده رقم تمانية إذا كانت النقطة A4 تقع على محور Y فإن A بتساوي نقطة A4 تقع على محور Y أي نقطة بتقع على محور Y يبقى الإحداث الأول اللي هو X بقى صفر طيب الإحداث X هنا اللي هو A معنى كده أن A بصفر يبقى طالما النقطة بتقع على محور Y معنى كده أن X بتساوي صفر X هنا اللي بيمثلها الإيه فإيه يبقى الإيه قمتها بصفر فهمتوا يا أولاد؟ طالما النقطة بتقع على محور Y يبقى X بصفر والنقطة بتقع على محور X يبقى Y بصفر فهمتوا؟ وإيه نقطة بيكون إحداثة X و Y طيب السؤال اللي بعد بقول لي مساحة المربع المقابل مساحة المربع بتساوي طول الدولة في نفسه يبقى أنا هضرب الخمسة في خمسة تعطيني خمسة وعشرين سنتيمتر مربع يبقى السؤال بتاع مساحة المربع اللي هو رقم تسعة إجابتك يا حبيبة هتكتب إيه خمسة في خمسة تديك خمسة وعشرين تقول لجنبها سنتيمتر مربع دي المساحة بتاعت رقم تسعة سؤال رقم عشرة بقول لي وزع رجل 18.4 من 10 كيلو جرام بدخلق على الأكياس بحيث تكون كتلة الكيس 2.3 من 10 كيلو جرام فإن عدد الأكياس اللازمة هتقسم يا ابني يعني هتعمل دعمية تقسيم تمام؟ الرجل بيوزع الكمية دي كلها من دي على كياس كل كيس هيوضع فيه 2.3 كيلو أو 300 جرام فأنت عايز تجيب عدد الأكياس هتقسم الكمية كلها على وزن كل كيس هتقسم الـ 18.4 من 10 على وزن الكيس الواحد اللي هو 2.3 من 10 لما تجي تقسم يا ابني لازم المقام ده يكون عدد صحيح تتخلص من العلامة يعني تضرب بسه مقام في 10 فيبقى فوق العدد 184 وتحت 23 ترجع تقسم العددين على بعض هتقسم العدد 184 على 23 طبعا الثمانية ثلاثة في تمانية بأربعة وعشرين أربعة ومعاك الاثنين ثلاثة في تمانية ثلاثة في تمانية ثلاثة في تمانية ثلاثة في تمانية يبقى عدد الكيس ثلاثة في تمانية ثلاثة في تمانية إذا كان عدد البنات في فصل اتنشر بنت uka وعدد البنين ثلاثة فيائر حتى الحفظ فإن النسبة من حفظ قما يصب�� حاجئ LAUGHTER اليمين عشان ما لا تطلقه. هو عايز النسبة من من البنين الى عدد من البنات. النسبة من اليسار اليمين. هو بنكتبها من الشمال اليمين. ماشي. انت عندك البنين كانوا 12 والبنات كانوا 15. اكبر عدد يتأسم عليه اللي هو الثلاثة. 12 على الثلاثة فهو الاربعة وخمستاشر على الثلاثة فهو الخمسة. نطلع النسبة بتاعتك 4 الى ايه? الى خمسة. تمام? هو عايز النسبة بين عدد البنين وعدد البنات. البنين كانوا كام? خمستاشر. البنين ركز معي البنين عددهم كام? اتنشر بنت. وخمستاشر ولد. هنقسي مع الثلاثة تبقى خمسة الى اربعة. تمام? لو عكسناها تبقى غلط. ماشي. فتاخد بالك. النسبة بين عدد البنين الى البنات. هقوله النسبة بتسوي خمسة الى ايه? الى اربعة. نطلع اخبطش. نركز مع بعض. لو في حاجة ترجع تاني السؤال وتقرأه. ما تستعجلش في الامتحال. السور رقم اتناشر. يقول لي هنا يستطيع مالك ان يقطع اتنين كيلو متر لكل سبع دقائق. بشكل منتظم. فانه يقطع مسافة تمانية كيلو متر في كام دقيقة? طبعا يولاد هو بيمشي اتنين كيلو متر في سبع دقائق. طبعا بتعمل مقارنة بسيطة كده. هو بيمشي اتنين كيلو متر خلال سبع دقائق. ياخد منه اتنين كيلو سبع دقائق. تمام? طيب انا عايز اعرف المسافة اللي هيقطعها في زمن قدي لو مشها تمانية كيلو. ها? طبعا مساءة دي ممكن تحلى عن طريق معدل اه ان انا يجيب معدل وحدة اقسم اتنين على سبع وبعدين اضرب. اولا نعمل طريقة الجميلة دي ان انا اقول لي هنا اعدد كيلو مترات وعدد دقائق. واعمل مقارنة واعمل حاصل ضرب الطرفين بيسوي حاصل ضرب الوساطين. يبقى عرض لدقائق المطلوب مني. اقول له سبعة في تمانية على اتنين. تمانية على اتنين فيها الاربعة والاربعة في سبعة بتمانية وعشرين. يعني هو هيستغرق تمانية وعشرين دقيقة. عشان يمشي تمانية كيلو. يبقى تمانية كيلو متر هيستغرق منه تمانية وعشرين دقيقة. فهمتوا يا ولاد انه كان بيمشي الاتنين كيلو في سبعة دقائق. يبقى تمانية كيلو في تمانية وعشرين دقيقة. طيب. السؤال اللي بعده رقم تلاتاشر. المسافة بين النقطتين بيسوي نقطة. خد بدك يا حبيبي عشان تجيب المسافة بين النقطتين. يا ايمم هتمثل النقطتين على الشبكة البيانية. وتعدل وحدات او تعمل الطرقة السهلة دي. ان انت تحزف المتكرر. بصمعين هحلها ازاي. عشان ما تطلق بطش. انت عايز تجيب المسافة بين النقطة ونقطة. النقطة الاولى سلب سبعة وسلب واحد والتانية سلب ثلاثة وسلب واحد. ستحزف الاحداث المتكرر. وتجيب القمة المطلقة من هنا الكامة مطلقة لعدد الكبير. اقام مطلقة السلب سبعة ackber ما الكمة مطلقة السلب تلاتة ولسلب ثلاثة وهو الكامة مطلقة لصغير يعني اقام مطلقة السلب سبعة ت اطلع بسبعة. وبسبعة سلب His bear سلب سبعة والسلب ثلاثة بجهة. يعني اثنين نفس طالما ہے Вشارات لحCLV ستطرح المسافة ستطرح المسافة بينهم عن كمام مطلقة إذا كنت تطرح المسافة تطرح الأشارات من سالب ثلاثة ستطرح الأشارات المتشابهة سنطرح الأشارات اشارات عكس بعض يعني في جهتين مختلفتين يبقى انت عايز تجيب مسافة الاول بعدها عن الصفر ومسافة التاني وبعدها عن الصفر تجمعهم يبقى اخلاص الكلام لو عندك بعد ما حزفت متكرر طلع الرقم الاول والرقم التاني يعني اشارتهم زي بعضها هتجيب القيمة مطلقة للكبير قيمة مطلقة للصغير وبعدين تطرح القيمتين من بعض طبعا يا ولاد السلب سبعة طبعا اصغر من السلب ثلاثة ولكن هم يعني كبير في الناتج لما تجيب القيمة المطلقة لتتجي نتجي اكبر يعني القيمة المطلقة للصوصية سبعة في سبعة وتلاتة في真的 ثلاثة فقد قيمة المطلقة هنا سبعة وهنا ثلاثة لأيك井 حصلة لقيمة يطلع النتج بموجب اتلعش سالب لان لا يوجد وحدات تجيب يصلح بالسالب يعني بحزفت المتكرر وبعدين جبت القيمة المطلقة للكبير والمطلقة الزهر وطرحتهم من بعض ما جمعناش لي طرحنا لأم الاتنين في نفس الجهة يعني النقطة دي هنا مثلا بتبقى سلب ثلاثة عن الصفر تبقى ثلاثة وحدات عن الصفر واللقطة التانية اللي هي سلب سبعة سلب واحد مثلا بتبقى سبعة وحدات عن الصفر فالبعد بينهم هيبقى اربعة وحدات ده المقصد ده المقصد يا ولاد فعشان ما نطلق بقش اعمل بس زي ما قلت لك انت هتحسل في المتقرر وجلكم نطلقك كبير رزار وترح من بعد ان اشارات متشابهة انما لو كان الاشارات مختلفة يعني مثلا سلب ومجب انت كل واحدة في جهة يعني مثلا كنت عايز تجيب مثلا البعد ده بين السلب سبعة وصفر وهنا التلاتة والصفر هتجمع هنا سبعة وحدات وهنا ثلاثة وحدات انما هم اللي اتنين سوالب يعتنين في نفس الجهة نفس الجهة ده سبعة وحدات عن الصفر ولا تلاتة عن الصفر ده بيبقى سبعة وحدات عن الصفر ولا تلاتة عن الصفر يبقى البعد بينهم اربع وحدات بس خلاص كده عشان ما نتلخبرش اعمل الطريقة السهلة دي احزف المتقرر وهتتقام المطلقة ونقصهم من بعض الاشارات متشابه انعكاس النقطة في المحور واي انت عشان يا حبيبي تعكس في محور واي بتسيب الواي زي ما هي وتغير الاكس يعني النقطة بتاعتك اللي هي اتنين واربعة احدى سيها اكس واي هو عايز انعكاس بالنسبة لمحور واي فانا بسيب الواي زي ما هي وغير شرط الاكس وخلاص كده خلصتها يبقى اناتك بتاع هي يطلع سلب اتنين واربعة تمام سؤال خمستاشر هنا بقول لي اسم اربعة على اه النص طبعا يا حبيبي بنعمل الاسم ضربة ونقلب الكسر التاني ها اربعة على نص يبقى سيب الاربعة زي ما هي وقلب النص تبقى اتنين اتنين في اربعة يا ولاد تطلع بتمانية سهلة جدا السؤال اللي بعده السؤال رقم ستاشر عدد ارتفاعات المسلس المنفرج طبعا اي مسلس تلت ارتفاعات يا ولاد سواء حاد او قائم او منفرج يبقى تلت ارتفاعات خلاص ما تتلخبطش اي مسلس تلت ارتفاعات وتلت اضلاع وتلت زوائي طيب سؤال سبعتاشر اه عربة نقل حمولتها سبعين طن فسد منها عشرة في المية ما مقدار الحمولة التي فسدت هو عشرة في المية من دي معناها فيه لما اقول عشرة في المية من كلمة من دي معناها ضرب يا ولاد من ايه من كله اللي هو سبعين ترجم كده معاي يبقى معناها عشرة عالمية في سبعين او شايل الصفر مع الصفر والصفر مع الصفر تلاقيه ايه سبعة يبقى سبعة طن اللي فسدت من ايه من العربة الحمولة بتاعتها كده سبعين فسد منها عشرة في المية يعني اللي فسد منها كيام سبعة طن طبعا فيه طريقة تانية يا ولاد ان احنا بنعمل جدول كده او بنعمل مسلس عارفين طرق دي طبعا طريقت هنا بنكتب آآه الجزء وهنا آآة الكل وهي النسبة المقوية نسبة مقوية كده عشرة في المية وهنا آآة الكل حمولة كليا كده سبعين تمام؟ الكلية كده سبعين وانا عايز اجيب الجزء الجزء بيقى فوق. ده الجزء. فعشان تجيبهم وتدرهم في بعض عشر على مية في سبعي زي ما احنا عملناها بالزبط. طبعا في طرق كتير عشان ما تطلقوش زي ما انت عارف حل اللي انت حبيبها. طيب معين محيطه عشرين سنتيمتر وارتفاع او ثلاثة سنتيمتر في انها مساحته. بص يا اولاد المعين اضلع متساوية فلما يجيب لك محيطه بتقسم على الاربعة. هتقسم المحيط اللي هو جابه يا ابن على الاربعة لهم اربع اضلع. فبقول لك محيطه عشرين يبقى تقسم العشرين على الاربعة يا ابني. تطلع بكم? بخمسة. يعني كل ضلع يا ولاد بخمسة سنتيمتر. ده الضلع الواحد بتاع المعين. طيب احنا عرفين يا حبابي ان مساحة المعين بتساوي الضلع في الارتفاع. اهو. يعني اي ضلع? الارتفاع. والارتفاعات متساوية. والاضلع متساوية في المعين. فالمساحة انت تضرب الخمسة في الارتفاع اللي هو جابه لك ثلاثة. يبقى ايه المساحة? هتساوي ثلاثة في خمسة بخمستاشر سنتيمتر مربع كلا. انت جبت مساحة مين? المعين. يبقى انت جبت الاول الضلع وبعدين ضربته في الارتفاع. طيب التمرير اللي بعده رقم تسعتاشر. النسبة بين واحد وعشرين الى سبع وعشرين. زي ما اقولك يا حبيبي بنكتب بنيم اليسار لليمين عشان ما تلغبتش. واحد وعشرين الى سبع وعشرين لو اسمت يا اولاد هقسم على تلاتة. اللي هو اكبر عدد الفعل عددين يتقسموا عليه. اللي هو العامل المشترك الاعلى للعددين. طيب الواحد وعشرين على التلاتة فيها السبعة. سبعة وعشرين على التلاتة في التسعة تطلع النسبة سبعة الى تسعة. حولها الصورة الكسرية الاجابة به. السؤال يقعد رقم عشرين. المسافة بين النقطتين بي و اي على خط الاعداد المقابل عند خط. وعايز اجيب المسافة بين البي و اي. هنا ال اي كانت اه عندها الرقم سلب تلاتة. بيمثلها سلب تلاتة والبي بيمثلها الاربعة. طبعا اه البعد بينهم هنا اربعة وحدات لحد الصفر وهنا تلاتة وحدات لحد الصفر. يبقى نجمع اربعة وثلاتة يديك سبعة وتجيب الكمال مطلقة للأول زي الكمال المطلقة للتاني اللي هم مختلفهم في الاشارة زي ما قلنا نجيب الكمال مطلقة الاول والتاني ونجمعهم لان فيه اختلاف في الاشارة. انما لو فيه تشبه في الاشارة هنجيب الكمال مطلقة للكبير وكمال مطلقة الزغير وننقصهم من بعض. طيلا اهي سبع ايه وحدات. البعد بينهم سبع وحدات. ما فيش بعد بالسالب عشان ما تطلق برش. طيب الشكل المقابل جاب لي نموذج المسألة اللي هي رقم واحد وعشرين. ولي النموذج القدام يعبر عن مسألة القسمة نقط. طيب المسألة اللي هي رقم واحد وعشرين انت عندك كم مربع متلون واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا اربعة على ايه? اربعة على الستة. طيب لو انا خدت الاربعة على الستة دي. اللي هو العدد الموجود. شايف العلامات الموجودة دي. الواحدة فيهم جزء واحد من كم جزء كلهم من اربعة جزاء. تمام? تعال نشوف كده. المسألة ستة جزء كلهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة همسة ستة. تمام. اربعة على ستة هو محدث لاربعة جزاء من الستة. لأول شيء كتبت الاربعة على الستة. بعد احدد جزء واحد شايف العلامة دي دي obsession جزء واحد ادنين تلاتة اربعة خمسه ستة كلهم ستة اولاد. نبقى انت ما تجي تقسم الاربعة على الستة على الحاجة الوحيدة اللي حددها من كله هو حدد واحدة من مين؟ من ست. يبقى النتج أقول له أربعة على ستة على السوتس فيمتوا الطريقة؟ يبقى أنت بتكتب الأول العدد الكبير اللي هو مقسمه اللي هو أربعة على الستة ده؟ شايفو؟ طب ليه عملنا على السوتس؟ لأن النتج يبقى كم عدة كده؟ هو واحد اتنين ثلاث اربعة هو عايز النتج يطلع أربعة يا ولاد عايز النتج يطلع أربعة لأنني عدى كم جزء؟ يعني أربع أزداس فيهم كم سوتس؟ واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة دي لك كلهم واحد من الستة يبقى أربعة على الستة على السوتس فعل أربع يبقى أربع أزداس فيهم كم سوتس؟ فيهم أربع أجزاء النتج النتج هي أربع ليه الأقواص دي النواتج واحد اتنين ثلاث اربعة فأنت عندما جيت حلاتها كتبت الأربعة على الستة اللي هو كتبها على كل جزء هو محدده من كله وصلت الفكرة يبقى ثاني تكتب العدد اللي هو كاتبه لك ده أربعة على الستة على واحدة هو عامل قصة هو على مين؟ على واحدة بس من الستة واحد على ستة والناتج هتطلع بايه؟ باربعة لهم أربعة تجزاء واحد اتنين تلاتة أربعة حاول تركز في السؤال ده عشان ما تطلق باش باشي ركز عليه كواس جدا متوازن المستطيلات جاب للأبعاد وعايز الحجم حجم متوازن المستطيلات بضرب الطول في العرض في الارتفاع يعني أقوله اتنين ونص في أربعة سبعة ونص اتنين ونص في أربعة يعطيك عشرة عشرة في سبعة ونص يديك خمسة وسبعين سنتيمتر مكعب يبقى الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع حجم متوازن المستطيلات السؤال اللي بعده رقم تلاتة وعشرين تحتاج مريم إلى تلات أكواب من الدقيق اللي كل اتنين كوب من السكر تصنع كيكا كل اتنين كوب باية سكر هتعمل منهم كيكا احسب عدد أكواب الدقيق اللازمة إذا تم استخدام ست أكواب من السكر طيب أول حاجة أولاد إحنا عارفين عدد الأكواب هنعمل مقارنة كده بين عدد الأكواب هي بتستخدم تلات أكواب دقيقة عدد أكواب الدقيقة بتستخدم إيه ها تلات أكواب دقيقة عشان تعمل إيه اتنين كوب سكر عشان تعمل إيه عشان تعمل الكيكا فبتأخذ مع كل تلات كوبات دي اتنين كوب سكر اتنين كوب سكر افهم الكلام هي عايزة تعمل كيكا فالكيكا دي بتحتاج كل تلات كوبات دقيقة هيحتاج معهم اتنين كوبات سكر تفاهمين كل تلات كوبات دقيقة بيحتاجوا اتنين سكر فإن عدد الأكواب الدقيق اللازمة إذا تم استخدام ستة من السكر لو استخدنا ستة كبات سكر سنستخدم عدد الدقيق من الدقيق هتستخدم إزاي؟ هتعمل إما ثلاثة مقص أو تقول والله إثنين بقى ستة ضربت في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في تسعة في نمت الحبايب نعملها إزاي؟ يبقى عدد أكواب الدقيق هقول له إيه؟ تسع أكواب يبقى عدد أكواب للدقيق يساوي إيه؟ تسعة كوب سهلة خلاص إنت بس عمل الطريقة السهلة دي أعمل جادة وكده صغير قارم فيه بين عدد الأكواب بالسكر والدقيق وإعمل مقص كده ثلاثة في ستة بتمنتاشر على اثنين فيها التسعة أو إذا ما قلت لك الثلاثة في اثنين بستة يبقى ثلاثة في تلاثة بتسعة خلاص يبقى ناتج إيه؟ هقول له عدد أكواب الضقيق يساوي تسعة أكواب طبعا فيه طرق تانية للحل ممكن تعمل نسبة يعني تعمل نسبة تلاثة على الاتنين وتعمل مثلا هنا إكس على الستة وجيب قيمة الإكس الموجودة نسب يعني الثلاثة اللي هي عدد أكواب الضقيق والإثنين عدد أكواب السكر وأنا عايز أعرف فيه الضقيق بكم تعمله إكس على الستة من السكر وتعمل مقص فيه طرق كتير طبعا للحل حل الطريقة اللي أنت حبيبها واللي أنت فهمها تمام؟ السؤال اللي بعده رقم 24 اشترى مالي قميصا من سعر 460 جنيه معروضا بتخفيض 20% ما سعر القميص بعد التخفيض لازم الأول أعرف ياولاد قيمة التخفيض كام؟ وبعدين نقصها من سعر القميص المعروض الخصم 20% يبقى أنا أجيب أول حاجة ياولاد قيمة الخصم أو قيمة التخفيض أجيب قمت التخفيض إزاي حبيبي؟ العدد اللي هو 20% معناها 20 على 100 لأنه دي نسبة مقوية نسبة حدوها الثاني مئة من معناها ضرب يبقى 20% من مين؟ من مبلغه كل ياولاد اللي هو 460 جنيه 8 القميص هنختصر نشيل الصفر مع الصفر وصفر مع الصفر واضرب 2 في 46 و 2 في 16 2 و معي الواحد 2 في 4 في 8 و 9 يعني قمت التخفيض يا حبيبي هتبقى 290 جنيه بعد كده نجيب سمن القميص بعد الخصم بعد ما خصمنا هنقص يعني من المبلغ كله 660 هنشيل منها 92 عشان اجيب الثمن هنا 10 نقص اتنين تبقى تمانية وهنا 15 نقص تسعة تديك ستة ونزل الثلاثة يعني سعره بقى كان 368 جنيه ده سعر القميص بعد ايه بعد الخصم السؤال اللي بعده احسب مساحة شبه المنحرف ياولاد انت عشان تجيب شبه المنحرف ليكتر اقتن في الحل يا اما هتستخدم القانون او ان انت تجزق الشكل اللي عندك لمجموعة من اشكال هندسية يعني انت مثلا هتقسمه هنا مسلس وهنا مسلس وهنا في الداخل المستطيل بس تطلع الابعاد مزبوطة هنا الابعاد اتنين واثنين واحدة طول وهنا الارتفاع عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة نصد معاك ارباع والقاعدة هنا واحد اتنين تلاتة وهنا تلاتة فانت هتجيب مساحة المسلس الذي هنا نصier القاعدة في الارتفاع وزائد مساحة المستطيل اللي هنا 3 ف 4 ، زائد مساحة المسلس الذي على اليمين اثنين نصي القاعدة في الارتفاع اور تجمع عليها هنا الاتنين على الاتنين نص الواحد واحد واحد فاربعة باربعة تلاتة فاربعة باتناشر نص الاتنين واحد واحد فاربعة باربعة يبقى اتناشر واربعة ستاشر height 16 واحد اتناشر واربعة ستاشر واربعة واربعة عشرين يبقى المساحة هتطلع معايا عشرين وحده مربعة دي الطريقة بتاعت التجزائة. في طريقة تانية يا حباتي ان انت تيجيب القانون. ايه هو قانون ياولادب Austral باقام اي لنص مجموعة قاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. القاعدة دي كلها كام? اتنين زائد تلاتة زائد تلاتة تبدييني سبعة. والقاعدة دي بكام? القاعدة دي بتلاتة. والارتفاع بكام هنا? ارتفاع هنا باربعة. يبقى نص مجموعة القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع دي طريقة تانية لو عايز تحسب المساحة من غير ما تجزق الشكل. هتكملها ازاي? تقول له نص في سبعة وتلاتة عشرة وهنا ربعة نص للعشرة خمسة خمسة عشرة. خمسة واربعة بعشرين. نص للعشرة خمسة خمسة فاربعة بعشرين. يبقى المساحة تطلع عشرين واحدة بربعة تمام؟ احسب مساحة سطح متوازن مستطيلات المقابل عندي متوازن مستطيلات عشان اجيب مساحته لازم اكون عارف القانون وابقى عارف ازاي طلع الطول والارتفاع انت عندك الطول في التمرين سبعة سنتيمتر وعندك العرض ليه الويتس لينس وويتس وهايط الويتس عندي بثري سنتيمتر وعند الهايط تو سنتيمتر يبقى عند الاريا اول تو بروداكت باي اتنين في لينس تايمز ويتس اللي هي الطول في العرض وبعدين العرض في الارتفاع وبعدين اضرب طول في الارتفاع يبقى المساحة اقول له اتنين في لينس تايمز ويتس اللي هي بسبعة في الويتس اللي هي بتلاتة الويتس اللي هي بتلاتة في الارتفاع اللي هو باتنين واللينس هنا كان بسبعة والهايط كان باتنين يبقى المساحة اقول له اتنين في سبعة في تلاتة بواحد وعشرين وتلاتة في اتنين بستة واتنين في سبعة باربعتاشر يبقى المساحة بتساوي اتنين في مجموعة اولاد اربعتاشر وستة عشرين. عشرين وواحد وعشرين يبقى واحد واربعين. واحد واربعين في اتنين. يبقى اتنين وتمانين. يبقى المساحة يطلع اتنين وتمانين سنتيمتر ايه مربع. فهمتوا المسألة? هم? اهم حاجة تبقى فاهم اه القانون وانت بتحل. يبقى القانون بنجيبه ازاي? اقول اتنين مضروبة في الطول في العرض. وهنا العرض في الارتفاع وهنا الطول في الارتفاع. تلع اتنين وتمانين سنتيمتر مربع. ده كان اختبار رقم اتنين. كده خلصناه من كتاب الاضواء صفحة مية خمسة وتسعين.